تحديات عدة تواجه المخرجات التي تمخضت عن مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا خاصة ما يتعلق بمدى التزام الأطراف المحلية والدولية بتنفيذها وبحسب محللين فإن المؤتمر مثل حركة دفع لإعادة الملف الليبي إلى الواجهة من جديد لكن مخرجاته افتقدت إلى الأليات الواضحة للتنفيذ خاصة ما يتعلق بانسحاب المسلحين والقوات الأجنبية أما فيما يتعلق بالانتخابات وتأكيد المؤتمر على ضرورة تنظيمها في موعدها أكد مراقبون أن ربط الانتخابات بالمناخ الأمني له علاقة مباشرة بملف توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية التي ما زالت تروح مكانها وتحتاج أيضا إلى أليات واضحة وضغط دولي كما اعتبر متابعون أن حل ملف الأمني هو مفتاح الاستقرار للمرحلة القادمة باعتباره سيسرع جهود المصالحة الوطنية وبالتالي سيتيح للانتخابات أن تنعقد في مناخ الأمن في وقت تعول أطراف دولية وأقليمية على مؤتمر برلين الثاني لرسم طريق هادئ نحو انتخابات عامة في ليبيا دون تدخلات خارجية تتعالى الصيحات العربية والدولية المنادية بعدم وجود المسلحين الأجانب الذين يهددون خارطة الطريق برمتها فالجامعة العربية لم تخفي مطالبها الصريحة والواضحة بضرورة إخراج القوات الأجنبية من ليبيا عاجلا وأن يكون السلاح في يد الجيش والشرطة فقط الدعوات العربية تزامنت مع دعوات دولية تناولت ذات الخط حيث نصت البنود الرابع والعشرين والثانية والثلاثين والسادسة والثلاثين في البيان الختامي لمؤتمر برلين الثاني على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار وانسحاب جميع المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية ودعم جهود ليبيا في إصلاح قطاع الأمن من خلال تسريح وتفكيك سلاح الجماعات المسلحة وإدماج الأفراد المناسبين في المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية وهو ما رحبت به البعثة الأممية إلى ليبيا لكن بعض المحللين انتقدوا عدم وضع إطار زمني لخروج القوات الأجنبية من ليبيا في مؤتمر برلين الثاني محذرين من محاولات تركيا لابقاء على قواتها داخل الأراضي الليبية تحت صفة الخبراء الأمنيين ونشرها بعض الصور لقواتها في محيط ترابلوس تظهر قيام جنود ناتراك بعمليات تدريب لبعض المسلحين وهو ما وصفه مراقبون بالتحدي الواضح للقرارات الدولية الداعية لوقف التدخل الخارجي بليبيا وسحب القوات الأجنبية منها وفي وقت تعهدت به القوى الدولية في مؤتمر برلين الثاني بتخلص ليبيا من قنبلة المسلحين الأجانب الموقوطة أشارت بعض التقارير أنه بعد التنصيق الأمني سيتم البدء في إخراج هؤلاء المسلحين من البلاد بشكل تدريجي دون تحديد جدول زمني لذلك وينضم إلينا ضيفانا من القاهرة العزب الطيب الطاهر الكاتب المختص بالشؤون العربية ومن بنغازي فرج زيدان الباحث المختص بالشؤون الاستراتيجية والسياسية أبدأ معك سيد العزب من القاهرة الحديث عن مؤتمر برلين والتعويل عليه من قبل العديد من الأطراف الدولية هل خرج أو جاءت مخرجاته بشكل يتناسب مع هذا التعويل عليه؟ بالتأكيد هناك قدر من الإجماع على أن مؤتمر برلين 2 جسد من جديد الإرادة الدولية لمحاولة بلورة خرطة الطريق تقوم على أساس الخرطة التي تم وضعها في مؤتمر برلين 1 في يناير 2020 وما رأيناه من قرارات ومقرارات وتوصيات في هذا المؤتمر لا تختلف كثيرا عن مخرجات مؤتمر برلين 1 وهناك إجماع على أن المعدلة لا تكمن في هذه المخرجات ولا في هذه القرارات ولكنها تكمن في كيفية بلورتها إلى واقع على الأرض هذا ما تعاني منه ليبيا صحيح أن بعد مؤتمر برلين واحد حدث حراك حقيقي في المشهد الليبي وأسفر في نهاية الأمر عن تشكيل حكومة التوافق جديدة ومجلس للدولة جديد ومجلس رئاسي جديد وتغيير في المعادلة العسكرية وإنهاء للحرب الأهلية أنصح التعبير لكن تظل التحديات الرئيسية قائمة وتتمثل كما يجمع أيضا الكثير من المتابعين في استمرار بقاء القوات الأجنبية والمرتزقة القوات الأجنبية تتجسد في وجود القوات التركية ويترأينا قبل قليل صورة لها في ترابلس ودواحيها ورأينا قبل أسبوعين تقريبا وزير الدفاع التركي يزور ترابلس حتى بدون أن يعلم السلطات الرسمية في ترابلس ولا يتقي به بأحد منهم ومن ثم وصرح أن القوات التركية الموجودة في ليبيا ليست قوات احتلال وليست قوات أجنبية زعما أنها جاءت بطلب من حكومة الوفاق قوات السابقة ثم مسكولية المرتزقة يجمع الجميع على تين المشكلتين لكن كما قال وزير الخارجية الألماني في مؤتمر الصحفي بالأمس أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية لن يتم بين ليلة وضعها لكنه سيستغرق متسع من الوقت وقال أن العمل ستتم تدريجيا لكن هذه كلمة تدريجي يمكن وضعها وضع أمامها على ما استفهام لا يوجد أي فترة زمنية أي جدوى زمني لإخراج هذه القوات وإن كانت بعض التقنية تتكلم عن قادر من التفاهم التركي الروسي خلال المؤتمر على صحب المرتزقة التابعين لكل الجانبين سواء لروسيا أو تركيا في ليبيا وإن كان الخطر الأكبر يتمثل في وجود المتزقة التابعين لتركيا الذين لهم حضور واسع في غرب ليبيا يعني يؤثر على الكثير من مستقبلين دعنا نتجه بالسؤال للسيد فرج زيدان يعني من بنغازي داخل الليبي كيف يعول على مؤتمر برلين وفيما يتعلق بهذا الملف تحديدا وهو خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة لأن هذا الملف ربما يعد هو الخطوة الأولى من أجل تحقيق بقي الملفات بداية تحية لك ولضيفك الكريم ولكل السادة المشاهدين دعيني فقط من بعد إذنك أن أقتبس تصريح وزيرة الخارجية الليبية السيدة نجلاء المنقوش أراه مهم جدا قالت بأن الليبيون يتطلعون من المجموعة الدولية المجتمعة في برلين اليوم الأفعال وليس مجرد الأقوال هذا الكلام ماذا يعني؟ هو أنه مطلوب لا بد من إيجاد جدول زمني معين لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة لماذا نتكلم عن مسألة الجدول الزمني؟ لأن الانتخابات الآن تتفق الأسرة الدولية على أنها لا بد أن تتم في ليبيا في 24 ديسمبر القادم وإذا ما اعتبرنا أن وجود القوات الأجنبية والمرتزقة باتت تمثل من أكبر التحديات أو العقبات التي تواجه العملية الانتخابية ومن ثم حتى لا يكون هناك أي عملية للتسويث أو لتقويض هذه العملية الانتخابية لا بد من أن يفرض على هذه الأطراف التي لديها قوات أجنبية في ليبيا ولديها مرتزقة جدول زمني طالما هي تتحدث بشكل عام بأنها تؤيد هذا المنح أو هذا الاتجاه من خلال إجراء الانتخابات المسألة الأخرى التي تتجاوز الخارطة السياسية والانتخابات للحديث عن المصار العسكري أن بات إخراج القوات الأجنبية وإخراج المرتزقة بات يمثل تمهيد مهم جدا للمصار العسكري المتوقف منذ فترة طويلة جدا ومن ثم أصبحت هذه المجموعة الدولية التي تجتمع في برلين تدرك بأن أصبحت هذه من أهم الخطوات في هذا الاتجاه التي لا بد أن تتم لكن واضح أن هناك أطراف تركيا الآن باتت بشكل واضح تعرقل هذه العملية أصبحت هي الطرف الوحيد في مؤتمر برلين 2 التي تحاول وضع العصى في الدوليب لكن في جميع الأحوال الآن أصبحت باتت هي يعني الآن معرقلة بشكل واضح وبأن الأمر أصبح واضحا سواء أمام الرأي المحلي الليبي أو الرأي الإقليمي أو حتى الرأي الدولي ولذلك أصبحت هذه المسألة أعتقد بأنها كانت لديها انعكاسات يعني الآن نرى بأن القيادة السياسية في مصر أصبحت تتعاطى مع هذا التقويض الذي تقوم به تركيا في برلين وأعتقد بأن هذا الأمر سيؤثر على مفاوضات تركيا في ملفات أخرى خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات مع مصر نعم طيب سيد الطيب يعني السيد العزب الحديث هنا عن الموقف العربي الداعم وأيضا الذي ربما يتزامن مع دعوات دولية داعم وأيضا كيف يمكن أن يسهم ذلك بالدفع بهذا الملف قدما نحو التنفيذ خصوصا ونحن نتحدث عن ضرورة إجراء انتخابات بالتأكيد هي مرتبطة بالملف الأمني وبخروج الأجانب يعني رأينا في كلمة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أمام المؤتمر بالأمس تأكيد وعلى أن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة هو السبيل الوحيد لتمهيد الطريق إلى إجراء الانتخابات ودفع المسار السياسي مستندا في ذلك إلى قرار لمجلس الجماعة العربية على مستوى إزراء الخارجي الذي وقد في شهر مارس الماضي والذي يجسد الإرادة الجماعة العربية ولم تخزر ضدها أي تحفظات على ضرورة قيام هذه القوات بالانسحاب أقصى القوات الأجنبية وتفكيك الميليشيات باعتبار أنها تشكل العائق الخطير والرئيس والمهم ضد أي تقدم على المصار السياسي وكما قال السيد زيدان فإن أي خطوة مستقبلية فيما تعلق بالتوحيد المستوى العسكرية لن تتم إلا بعد إنهاء هذه القوات وإخراج المتزقة ولن تتم أيضا أي عملية سياسية وانتخابات حتى على الرغم من إمكانية التوصل إلى بلورة قاعدة دستورية وقانونية للانتخابات وهي العملية بدأت اليوم بدأت تحضير لها في تونس اليوم تمهيدا لإنعقاد ملتاقى الحوار السياسي في جينيف نهاية الشهر الحالي دون هذه الإشكالية الرئيسية دون تجاوزها وحلها حتى على الأقل وضع برنامج زمني بتوافق إقليم دولي لسحب القوات الأجنبية التركية تحديدا والميليشيات المرتزقة من مختلف الأنحاء في ليبيا هذه الإشكالية البعد الآخر أن القرار العربي أو الإرادة العربية الجماعية التي تنحاز بشكل كامل الآن إلى دعم السلطة التنفيذية الجيدة في ليبيا وإلى توفير كل أدوات أو كل آليات الإسناد والدعم لها سيشكل قيمة مضافة لها في مواجهتها وأنا نعلم والكل يعلم أن داخل السلطة الجديدة هناك بعض التناقضات فيما يتعلق بهذا الأمر وهو بملف القوات الأجنبية والمتزقة هناك أطراف الأغلبية تطالب بذلك كما رأينا في كلمة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي ثم وزيرته الخارجية ولكن المجلس على الدولة ما زال يتعامل وهو منحاز لجماعة الإخوان ما زال يرفض هذا التوجه إذن نحن أمام حالة ليبية تحتاج إلى إسناد عربي وأظن أن هذا الإسناد العربي بات واضحا لكن المعدة تكمن في الليبيين أنفسهم عليهم أن يتخلصوا من هذه التناقضات فيما بينهم ويضعوا في اعتبارهم مصلحة ليبيا التي تقوم الآن على إخراج هذه القوات وأن تكون كل أوراق اللعبة ليبية وليست من هذا الطرف أو ذات طيب سيد فارج هذا الإجماع على ضرورة وجود برنامج وعالية لتنفيذ وجدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية والمسلحين الأجانب من هو المنوط بتنفيذ هذا البرنامج وفقا لجدول زمني يتوافق مع العملية السياسية هل السلطة ليبية قادرة وحدها على تنفيذ هذا البرنامج لا هو الأمر مطلوب هناك يعني مستويين المستوى الأول هو المستوى الداخلي السلطة الليبية التي لابد أن تؤكد على هذه المسألة باعتبار أنها الآن هي تمثل الليبيين وهي المطلوب منها صيانة الأمن القوم الليبي والسيادة الليبية المصار الآخر وهو المصار الدولي وهذا ما تحدثت عنه السيدة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عندما قالت بأن الليبيون يتطلعون من الأسرة الدولية المجتمعة في برلين أن يكون لديها أفعال وليس مجرد التصريحات أو الأقوال إذا ما أضفنا نقطة أخرى بأن الوجود التركي في ليبيا بات قضية تمثل إخلال بالأمن الإقليمي للمنطقة هو أولا يضر ويهدد الأمن القوم العربي ومن هنا تتحدث جامعة الدول العربية ومصر وأطراف عربية أخرى عن التهديد الذي تقوم به تركيا والسياسات التركية التي تستخدم ليبيا كمحطة أو كمنصة لضرب الأمن القوم العربي المسألة الأخرى وهي الأمن القوم الأوروبي وبالإضافة إلى ذلك الأمن القوم الإفريقي ومن ثم تلاحظين بأن هناك قبل أن يكون هناك أن ينعقد مؤتمر برلين 2 كثير من القادة سواء على المستوى الأوروبي على المستوى الأفريقي على المستوى العربي وخاصة في مصر أكدوا على ضرورة أن بمعنى أن تتوجه مخرجات برلين 2 باتجاه لجم هذه الأطراف التي أصبحت الآن محشورة في الزاوية وباتت كل التفسيرات التي تقدمها للمجتمع الدولي بأنها تفسيرات ضيقة نتجتها في نهاية الأمر استمرار تقويض العملية السياسية في ليبيا واستمرار فقط استخدام ليبيا كزعزعة للأمن خاصة وبأن تركيا إذا ما أردنا نتحدث على وجه التحديد تستخدم ليبيا الآن لتصفية نزاعاتها وصراعاتها في شرق المتوسط الآن وأدخلت ليبيا وأقحمت ليبيا في نزاع كبير جدا في قضية الصراع الطاقوي في شرق المتوسط لكن أنا في تقديري إذا كانت هذه الدول بالفعل صادقة الضغط على ليبيا ربما هذا هو المخرج لهذه الأزمة كيف ترى ذلك؟ هل من إمكانية لتنفيذ ذلك بوجود هذا الرأي العام العالمي تجاه ليبيا وتدخلاتها في أشأن الليبي؟ أولا أنا في تقديري بأن المسؤولين الليبيين أولا مطلوب منهم أن يتكلموا بشكل صريح وواضح لأن لا نرى وضوحا في التصريحات إلا من السيدة نجلاء المنغوش أما مستويات السلطة الليبية الأخرى سواء من البيبة أو من قبل المجلس الرئاسي لا نرى مثل هذا الوضوح لا بد أن يكون لديهم رأي واضح لأن من أهم الإختصاصات التي أتت بناء عليها حكومة الوحدة الوطنية الجديدة وهو اتفاق دولي قبل أن يكون حتى اتفاق محلي وهو ضرورة خراج كل هذه القوات الأجنبية من كافة الجنسية المسألة الأخرى لا بد أن يكون هناك حوار في الردهات المغلقة أنا أدرك بأن هذه الجداول الزمنية والأليات التنفيذية أمر لا يمكن وضعه في إعلان برلين هذه مسألة تتطلب أن يكون هناك اجتماعات مغلقة مع الدولة التركية بلغة واضحة وبلهجة واضحة أن ما تقومون به في ليبيا لا يؤثر فقط على الليبيون ولا يهدد مستقبل الليبيون وإنما يهدد مستقبل حلفائنا بالمنطقة بالكامل سواء على مستوى الفضاء المشارقي نقصد مصر وغيرها من الدول العربية أو حتى على مستوى الفضاء المغاربي أو حتى على مستوى الفضاء الأفريقي والفضاء الأوروبي وهذا الأمر الآن بات يهدد خاصة بأن المجموعات الإرهابية التي تدعمها في ليبيا لها تورط أيضا في المهاجمة القوات الفرنسية في منطقة الساحل وقبلها وغيرها هي محاور عدة وتوجهات عدة وأطماح عدة أيضا ربما تصعب الأمر من بنغازي السيدة فرج زيدان الباحث المختص بالشؤون الاستراتيجية والسياسية شكرا جزيلا لك ومن القاهرة العزب الطيب الطاهر الكاتب المختص بالشؤون العربية ضيفانا شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة